بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وأصلي وأسلم على خير خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن ولاه واتبع هداه ثم أما بعد فيقول الله تبارك وتعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين فإن من أعظم القربات التي يتقرب بها العبد إلى ربه سبحانه وتعالى هو الدعاء والدعاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هو العبادة وفي رواية الدعاء هو مخ العبادة كما ورد في بعض الروايات وإن الدعاء من أعظم وأنفع الأدوية لرفع البلاء عن المسلم يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن البلاء والدعاء يعتلجان إلى يوم القيامة وفي رواية قال نبينا صلى الله عليه وسلم لا يرد القضاء إلا الدعاء فالدعاء سبب من أسباب دفع البلاء عن العبد كما قال نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم والدعاء هو سلاح المؤمن أما يجيب المضطر إذا دعاه ويقول جل وعز وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون ويقول نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليس شيء أكرم على الله من الدعاء فالدعاء من أعظم العبادات التي يتقرب بها المؤمن إلى ربه جل وعز وأيضا فإن الدعاء من أسباب شراح الصدر لما ذكر نبينا صلى الله عليه وسلم من دعوة ذنون لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ما دعا بها مسلم إلا فرج الله بها كربه كما قال نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم فالدعاء هو العبادة وكان نبينا صلى الله عليه وسلم يرشد المؤمنين لكثرة الدعاء فيقول لهم أكثر من سؤال الله العفو والعافية أكثر من سؤال الله العفو والعافية وفي رواية أخرى يقول نبينا صلى الله عليه وسلم من لم يسأل الله يغضب عليه فإن عدم الدعاء يجعل الله تبارك وتعالى يغضب على العبد فلا تسألن بني آدم حاجة وسل الذي أبوابه لا تغلق فالله يغضب إن تركت سؤاله وبني آدم حين يسأل يغضبه فالدعاء هو من أعظم العبادات التي يتقرب بها المؤمن إلى رب البريات فإن من أعظم أسباب استجابة الدعاء أن يكون مطعمك حلال ومشربك حلال وملبسك حلال فقد ورد عن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الله تعالى أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال يا أيها الذين آمنوا كلوا من الطيبات وعملوا صالحا وقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات وعملوا صالحا وإن العبد ليرفع يديه إلى السماء ويكون مطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه من حرام وغذي بالحرام فيقول يا رب فأنا يستجاب لذلك فقال النبينا صلى الله عليه وسلم كيف يستجاب له وهو كل شيء من حرام ففي رواية أخرى قال نبينا صلى الله عليه وسلم لأحد الصحابة رضوان الله عليهم أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة فهذه من أسباب استجابة الله تبارك وتعالى لدعاء المؤمن وإن أيضا لا يعجل المؤمن على استجابة الله له فقد ورد في الحديث الشريف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المؤمن إذا دع الله تبارك وتعالى فهو بين أمور ثلاثة إما يستجاب له في الدنيا وإما يدفع عنه من السوء مثل تلك الدعوة وإما أن يؤخر الله تبارك وتعالى له أجر تلك الدعوة يوم القيامة نسأل الله تبارك وتعالى أن يفتح علينا بمعارفه وعلومه وأن يجعلنا من أهل القربات والدعوات وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه إنه ولي ذلك ومولاه وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين